لو الله عاوز يتواصل مع الإنسان كيف أو كيفية هي الطريقة اللي ممكن الله يتواصل مع الإنسان فلابد أن يكون إنسان نعم الله في القديم كلم الأباء بأنواع وترق مختلفة واللي مننا يعرف فاتحة رثالة العبرانيين يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وترق مختلفة المقصود بيها إعلانات جزئية لم يقدم نبي من الأنبياء إعلان كامل عن من هو الله وعلشان كده نفس الإضحاح اللي حضرتك ابتديت بحلقتنا في البدء كان الكلمة يقول لنا الكتاب أنه الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر هو كشف لنا هو أعلن لنا إعلان كامل عن من هو الله وبدون هذا الإعلان الكامل نحن نعجب عن معرفة الله كمان بغي لنا أن تكون هذه المعرفة لا والسؤال أنه إذا الله ممكن في العهد القديم يظهر بطرق وأنواع ويتكلم بوسائل متعددة في ظهرات للرب في العهد القديم وهل يعجز الله أن يتواصل مع الإنسان كإنسان من أجل خلاص الإنسان حاش له من العجز وعدم القدرة نعم ظهر لإبراهيم وتكلم معه ظهر ليعقوب ظهر لجدعون وكثير من رجال الله والموثى زي ما أشرت قبل كذا فهو كان له ظهرات في العهد القديم لكن هذه الظهرات تختلف عن كونه اتخذ جثدا شابهنا في كل شيء بلا خطي يحضرني عبرانيين اتنين لما قلنا الكتاب إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم كل البشر يمكن اختلفوا في حاجات كتير حتى بصمة الأطابع ما تلاقيش واحد ضايدتين لكن اشتركنا في أننا كلنا لحم والدم تشاركنا في اللحم والدم يقول الكتاب عنه مش تشارك لكن اشترك أي أتى إلى هذا العالم بمحد اختياره اشترك في اللحم والدم وده كان ليه؟ علشان يبيض بالموت ذاك الذي له ثلطان الموت أي إبليظ فإذا الله يريد نعم يريد والسؤال الثاني هل يستطيع لا يعثر عليه أمر فهذا كله لخيرنا ولبركتنا ولخلاصنا وأبديتنا موسيقى